انطلق اليوم بالعاصمة الاثيوبية أديسا بابا الاجتماع التحضيري للحوار السياسي السوداني السوداني الذي ينظمه الاتحاد الافريقي ومنظمة إيجاد ويهدف الاجتماع إلى البحث عن رؤية سياسية لوقف الحرب في السودان وإنهاء معاناة السودانيين ويسعى المشاركون في الاجتماع إلى إيجاد حل دائم للصراع واستعادة النظام الديمقراطي الدستوري في السودان وذلك من خلال إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة تحقق للسودانيين الأمن والاستقرار الاجتماع يشارك فيه ممثلون من الكتلة الديمقراطية وعدد من التحالفات والقوى السياسية السودانية بالإضافة إلى ممثلين لمنظمات إقليمية ودولية في ظل غياب عدد من القوى السياسية السودانية منذ بداية الأزمة السودانية عملت منظمة الإيجاد لجمع أطراف الصراع على طاولة التفاوض لحل الأزمة والعمل على تحقيق العدلة الانتقالية والتي تم عرقلتها في أبريل 2023 من بعض الجهات التي تؤمن بالحل العسكري تدعم منظمة الإيجاد هذه المبادرة للوصول إلى حوار سياسي شامل بمشاركة جميع الأطراف السودانية الفاعلة وهذا الحوار يعتبر مهما لاستعادة النظام الدستوري وبناء سودان جديد أكد مفاوض شؤون السياسية للسلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إديوي بنكولي في كلمته أمام المشاركين في الاجتماع التحضيري للحوار السياسي السوداني السوداني بأدي سبابة أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية مشددا على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للقتال في السودان بنكولي قال إن وقف الأعمال العدائية في السودان ممكن وقبل التحقق داعيا إلى تكثيف العمل قبل توسع رقعة القتال إلى دول الجوار لا يجب ولن يكون هناك حل عسكري للأزمة السودانية وهدفنا الأساسي هو إعادة إعمار المؤسسات الحكومية السودانية وحماية المدنيين وأيضا نعمل لضمان عدم وجود تأثيرات على دول الجوار بالإضافة إلى عدم وجود أي تدخلات أجنبية لتحقيق السلام وأعادة النظام الدستوري في السودان بدوره قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد للحدث قال إن اجتماعات الاتحاد الأفريقي تتمركز على رؤية الاتحاد لإنهاء الأزمة السودانية نحن هنا الآن في أثيبيا في عدي سبابا في المسار السياسي بدون من الاتحاد الأفريقي في مسعى لإيجاد أرضية مشتركة للسودانيين لإراء الحوار السوداني السوداني هذا الحوار السوداني السوداني يعني تدع أو يدع أسس لكيف يدار السودان خلال الفترة الانتقالية وخلال الفترة التي تلي الفترة الانتقالية ولذلك نحن نعتقد أن المسار السياسي مهم جدا لكون أن السودانيين لو جميعهم اتفقوا على أمر واحد على صيغة كيفية آلية موحدة لحل المشكلة السودانية وتوصل السودانيين لخارطة طريق واضحة لكيف يحكم الفترة الانتقالية أعتقد أن كل القضايا الثانية سهلة في مقابلة خاصة مع الحدث قال مايك هامر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي إن بلاده تعمل على إيقاف الحرب في السودان وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين وبدأ عملية سياسية لتحقيق السلام في السودان منذ بداية الأزمة والولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوداني ومبادرة الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع إيجاد مهمة للقوى المدنية السودانية للتعاون والتقارب لتقرير مصير السودان ونحن هنا اليوم لدعم هذه العملية والولايات المتحدة تبدل جهودا حثيثة وتضغط على أطراف الصراع لإيقاف الحرب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق مستقبل يستحقه السودانيون وقبله حذر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار من أن انهيار السودان سيؤدي إلى انهيار كل دول القرن الإفريقي وأضاف عقار أن انهيار السودان سيؤدي لعدة مشكلات عالمية من بينها الجريمة المنظمة والتطرف فضلا عن تهديد الأمن على طول شواطئ البحر الأحمر كما اتهم عقار قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم وصفها بالممارسة الإرهابية معنا من أديسة بابا مشاهدين الأمينة السياسي للاتحاد الأصلي الأصل ومقرر اللجنة السياسية في الكتلة الديمقراطية معتز الفحل أهلا وسهلا بك سيد معتز معنا في التسعة عشرة بداية أنتم شاركتم في هذا الاجتماع اليوم هل يمكن فعليا البناء عليه للخروج بأرضية يمكن أن تستند إلى حل ما مع العلم بأن هناك مقاطعة من قوى سياسية من بينها تنسيقية تقدم وشي شكرا جزيلا والتحية للمشاهدين والشعب السوداني وتضامنا مع أهلنا في السودان ودعواتنا دوما أن تقف هذه الحرب وإسكت تسود البندقية ويعلو السلام نحن بيدعوة كريمة من الاتحاد الأفريقي الآلية الرفيعة لإجراء حوار سوداني سوداني للإعداد وهي الفكرة قائمة على جلسة إعداد للحوار السوداني السوداني والتلاقي بين القوى السياسية المدنية باعتبار أن تحرق القوى السياسية والمدنية يعول عليه كثيرا وإذا ما هو الأساس في العمل بصورة كبيرة على إنهاء الحرب ووقفها ووقف نزيف الدم والتشرد والدمار لسودانيين أفتكر أن خطوة متقدمة من الاتحاد الأفريقي لاعتبارات كثيرة أولا بيتأكد أن الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية وأصدقاء السودان ودول الجوار تحرص دوما على الإسهام الإيجابي في القضية السودانية وعلينا كقوى سياسية ومدنية نتفاعل معها إيجابا أملا وطموحا في أن تسهم معنا في إيقاف هذه الحرب ووقف نزوح وتشرد ومعاناة أهلا ثانيا الآلية الرفيعة المستوى تكونت بعد مراحل كثيرة جدا وبعد تعقيدات وأنا أفتكر أنه رغم أن الاتحاد الأفريقي مجمد عضوية السودان لكن حرصه برضو باعتبار أن الدول الأفريقية مهمومة بأن يكون في سلام في السودان وقف الحرب وأن هذه الحرب تؤثر على دول الجوار جميعها وكل الناس ضد الحرب فأفتكر أنها خطة موفقة ويمكن يبنى عليها ثالثا أفتكر برضو من الأهمية بما كان التعامل بالقبول بالآخر أن أي دعوة لوقف الحرب وللتلاقي بين القوى السياسية أو بين أطراف الحرب أو بين أي قوة يجب أن تقبل ونسب إليها ونقول رأينا ونتحاور وهذه ميزة تميزة بها السودانين عبر الزمان أن نحن نقبل بعض نتحاور مع بعض لا نقبل الإقصاء ولا نقول لنا أن نحدد هذا ونقبل هذا ونرفض هذا نجلس نتحاور نستمع إلى بعض نختلف ونتفق نضع السودان لكن الأطراف الأساسية التي كانت السبب في هذا الصراع ليست متواجدة وليست مجتمعة وبالتالي ما الفائدة فعليا بأن يؤسس إلى حل يبنى عليه لا لا تقول أن الأحدة الذين يعني كانوا اخترف في الصراع أو يسام كل السودانين مهمومين بصراع الصراع هذا لا يعني جهة معينة هذه الحرب وصلت لكل إنسان سوداني في بيته في مسكنه في ملبسه في تعليمه في قراء وهذا الاستمرار للحرب وهذا الدعم السريع والتمرد بتاعه وهجومه على المواطنين ومساهمته يسام كبير جدا في النزوح وما يحدث الآن أفتكر أنه ضروري أن السودانيين يجلسوا وأفتكر أنه واحدة من الدروس التي تعلمناها من هذه الحرب أن السودانيين الحقيقين أصبحوا في موقف واحد ينادون جميعا بأن هذا الدمار سيد معتز يعني لما تقول بأنه يجب على السودانيين أن يجلسوا إلى طاولة واحدة تقصد هنا عن مقاطعة تنسيقية تقدم لهذا الاجتماع وبالتالي هي قد تعرقل أي مصار يفضي إلى حل ما في تقديري يعني مع كل التقدير للقوة التي قاطعت الاجتماع أو اعتذرت عن المشاركة وفي قوة أخرى اعتذرت مع ظروفنا الخاصة لكن بفتكر الإيمان بعدم الإقصاء يفترض الحضور والمشاركة ولكن الاعتذار بأنه والله تضع أسباب أنه والله اشترطنا أن يكون فلان غير موجود وفي هذا غير يجود هذا أنا بفتكر هذه الفكرة يجب أن تبعد من طريقة العمل السياسي في السودان يجب أن نقر نحن كسودانيين يجب أن نلتقي على اقتلاف وآراءنا وأفكارنا وأن نضع أمامنا سيد معتز يعني أمس كان معنا عضو من تنسيقية تقدم وقال بأنه الاعتراض لم يكن على وجود شخصيات محددة وإنما عن طريقة الدعوة للاتحاد الإفريقي لتنسيقية تقدم وقال أيضا وقال أيضا بأنه لم تكن هناك أسس واضحة أو أجندة واضحة معينة أو برنامج معين يعني تم التماطل حتى في إقراره وإرساله إلى تنسيقية تقدم وبالتالي الاعتراض ليس على الشخصيات أنا أختلف أختلف مع هذا الطرح الرسالة كانت واضحة جدا والدعوة واضحة جدا من الاتحاد الأفريقي والآلية الرفيعة أنها وجهت الدعوة للكتل والمكونات السياسية والمجتمعية للجلوس للإعداد لكيفية الإعداد للحوار السوداني السوداني وكيفية من أين نبدأ وأنا بأفتكر هم موفروا باعتبار أنه مقر الاتحاد الأفريقي هو المقر الذي هو بيت الأمة الأفريقية وأفتكر هو ممكن أن يكون حيادا وقبله التقل لماذا الآن لماذا الآن سيد معتز أصبح حيادي وبيت الكل مع العلم تتذكر تتذكر تصريحات تتذكر تصريحات رئيس مجلس السيادة وعندما قال بأن الحل يجب أن يكون سوداني سوداني لا إيقاد ولا اتحاد إفريقي ولا حتى أي حل في أدي سببا أو في عاصمة أخرى مع كل التقدير لما يقوله الجميع لكن أنا أتكلم عن مبدأ متأسيس الاتحاد الأفريقي وكل دول الجوار وكل الدول الإقليمية والدولية عندما تنادي لالتقاءنا أو حوارنا علينا أن نأتي ونعبر عن اعتراضنا أفتكر أن الفكرة قائمة على الإقصاء في نفس الوقت حضور الإيقاد وكلمة الممثل بتاعه وكلمة السكرتير التنفيذي للإيقاد وحرص كل المجموعات الأفريقية لأنها تكون تحرص على أن تسهم أن تجمع السودانيين يجب هذا أن يقابل بطرحيب وأن يكون هناك لكن السودانيين لم يجتمعوا اليوم لم يجتمعوا لم يجتمعوا السودانيون اليوم هناك قوى مدنية أخرى مقاطعة وبالتالي ليس هناك أي إجماع نأمل من كل القوى أن تسهم وأن نبعد الإقصاء وأنا كنت أفتكر أن القوى التي قاطعت أن تأتي وتقول نحن هذه المعايير التي نطالب بها يجب أن تكون واحد نياث ونحن نقول نفس الكلام ونمشي في نفس الخطوات نعبر عنها لبعضنا البعض وبأفتكر أن التغذيرات في تغذير لهم حق التغذير لهم ولكن أنا أفتكر هذا في عدم مسؤولية لقضية الشعب السوداني وللحرب ونحن في الحزبة الاتحاية الديمقراطية في الكتلة الديمقراطية نفتكر أن هذا انتداد للمشروع بتاع الإقصاء والممارسة بتاعة القديمة في أن نحن نريد أن نكون نحن المسيطرين على المشهد نحن الذين نحدد من يحضر ومن يخرج وأنا أفتكر هذه العقلية لن تؤدي بنا إلى الأمام وأنا أفتكر الحضور أساسي ومهم ويسهم ويساعد ويقرب وشاط النظر دون تخوين هل مسؤولية الإقصاء تقع فقط على عاتق تنسيقية تقدم سيد معتز مع العلم بأنه كان هناك اجتماعات قادها حمدوك وتمت مقاطعتها من قبلكم نحن لم نقاطع أي اجتماع دعونا عليه وآخره الدعوة المصرية التي كانت في القاهرة وشاركت فيها الكتلة وعبرت فيها على الرأي وإن اختلف مع الآراء كانت حضورا وشكرنا مصر وشكرنا الحضور ونحن نؤمن بأن الإقصاء وأحد الأسباب الرئيسية لهذه الحرب نحن ننادي بالانفتاع على الجميع وننادي بالحرص على التواصل وننادي بالتسامي فوق الجروح والآهات والانتباعات الشخصية من أجل البلد ومن أجل وطنه ومن أجل أهلنا هذا الذي نضعه أمامنا وهذا الذي أتى بنا هذا الاجتماع لا يزال مستمرا سيد معتز وبتالي هل من مخرجات متوقعة؟ ما استمر وافتتح اليوم بكلمات من كل القوة السياسية وكان في حضور آني وأنا حقيقة أستغل هذه السانح على تقدم بالشكر الجزيل للآلية الرفيعة والالاتحاد الأفريقي وللإيقاد السكرتير التنفيذي والمبعوث الخاص للسودان المولانا لوراس قرباندي اللي هو برضو أيش ميسام كبير وكل القوة السياسية والدولية والإقليمية اللي كانت حضور كان لها حضور رفيع وحرص منهم ونحن نحرص على التواصل وندعو كل الذين اعتذروا عن المحام عن الحضور لأي سبب أن يتواصلوا وأن يزعوا للتواصل مع الآخر وأن نتجاوز من أجل السودان ومن أجل أهله ومن أجل سلامة أهله ومن أجل الرجوع للبلاد والإيقاف النزوع والإيقاف الدمار والإيقاف هذا القتل وناشر كل الجميع بالتعامل بوعي ومسؤولية في هذا الزمن الحرج متناسين كل جراحاتنا وآهاتنا هذا ما ربينا عليه وهذا ما نؤمن به في حزبنا وفي كتلتنا وفي تحالفاتنا ونسعى بكل قوة أشكرك كنت معنا من أجل سبب الأمينة السياسي للاتحاد الأصل ومقرر اللجنة السياسية في الكتلة الديمقراطية معتز الفحل شكرا جزيلا لك